قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة تفاقدية في المتحف المصري الكبير لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع والتعرف على سير التشغيل التجريبي لعدد من أقسامه وخلال الجولة أكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بشكل أسبوعي ما يتم إنجازه من أعمال بالمتحف خلال الفترة القادمة لافتتاحه بشكل كامل في أقرب وقته كما تفاقد رئيس الوزراء عدة محال بمنطقة الخدمات التجارية بالمتحف ترجمة نانسي قنقر